بسم الله الرحمن الرحيم زيكم يا حبيب قلبي عاملين اي ربي تكونوا بخير صباح الفل او مساء الفل على اختي وحاببتي وامي اللي بتتبعني وحشتوني وحشتوني كون مرة وحشتوني النهاردة عندنا روتين حلو جدا ومشجع روتين يوم الجمعة بنستناه من الاسبوع للاسبوع لكن النهاردة روتين مختلف شويتين ثلاثة تعالي معي نشوف هنعمل ايه في الروتين بتاعي النهاردة متحمسة جدا للروتين بتاعي النهاردة لاني انا بحب يوم الجمعة جمعة مباركة عليكم ربنا يجعل ايامنا كلها خير وبركة وحب ومحبة اللهم امين يا رب العالمين تعالي معايا نشوف هنعمل ايه طبعا اول حاجة اول مصحيت من النوم الصبح قلبت الشقة عندي ليه مش عوايدك يعني تعمل الشقة يوم الجمعة مش عارفة طلعت في دماغي كده اللي انا اروأ كده واخلي الدنيا نظيفة عقبال ما ايه الدهر يأذن ويه الخطبة بتاعت الجمعة تبتدي يلا نشوف هنعمل ايه بقى طبعا الروتين دوت يعني انا ما عملتش معاكم الروتين بتاع البيت لكن هنعمل روتين حلوة اوه في المطبخ وهنبخر كده البيت بتاعنا ويبقى جميل كده ورحته طيبة وجميلة وزي العسل يلا بنا نبدأ على طول هنسمي الله ونصلى على الرسول عليه افضل الصلاة والسلام وحط اللايك بتاعك فتحت الشبابيك عشان الطاقة السلبية تخرج ونكتسب طاقة جديدة طاقة ايجابية مليانة امل مليانة تفاعل مليانة حب مليانة حاجات حلوة غيرت المليات بما اني يعني كده بننظف والروق كده والجو عندنا حب ففيه فرصة اللي احنا نغير المليات غيرت المليات وحطيت مليات نظيفة شلت السجاد ومساحت الارض بصي النهاردة فيه نشاط كده مش قادر اقولك عامل ازاي المهم مولعت البخور بتاعي وبدأت اللي انا ابخر الشقة عندي بتبخر الشقة عكس عقارب الساعة علشان خاطر تخرجي اي طاقة سلبية ولما تيجي تخرجي من القوضة تخرجي من القوضة بدهرك علشان برضو ما تدخليش الطاقة السلبية تاني خلاص انتي بتاخديها وتخرجي معاكي حاجات كتيرة اوي ومش انا اللي بقولي الكلام دوت دي دراسات وحاجات بتشوفيها على النت او بتقريها وحاجات بتاعت اجدادنا بتاعت زمين بخري يوم الجمعة كده بس ما تبخريش بعد المغرب مستحب قبل الكلام دوت الصبح بدري قبل الصلاة بعد الصلاة قبل العصر بعد العصر بعد كده ما ينفعش خالص المهمة بخرت الحمد لله وقريت كرآن والدنيا بقت عندنا تمام وطبعا شغلت الرؤية الشرعية وشغلت كرآن بقى علشان خاطر يوم الجمعة والدنيا بقت عندنا تمام وفترنا ويلا بينا ندخل نعمل الاكل هتعملي اكل النهاردة يا اروبة هنعمل كشري كشري منتين بارح كنت عاملة عطس والنهاردة كشري او فيها ايه اكلة جميلة وزي العصر ولقيت اللي فيه اجماع كبير قوي على البيت اللي هو عايز ياكل كشري ما عملهوش يعني لا اعمله وعمله بحب كده وطعمه حلوة علشان خاطر الولادز ياكلوه يبقوا مستمتعين وهم بياكلوه جبت معايا كنت جايبة كيلو عطس علشان خاطر يقعد عندي بقى مدار الشهر كله يعني او يبقى متوفر عندي خدت منه بقى كده حوالي ربع كيلو وشلت الباقي في العلبة مش هيحصل له اي حاجة خالص حبيبة قلبي اللي سألتني على الدقيق وقالتلي هل هو دي برا التلاجة هيبوز حاليا احنا في الشتاء فما فيش اي حاجة هتبوز منك ان شاء الله لكن لو في السيف بانصحك تحطي دي تحطي البكوليات تحطي تخصصي كده حتة في التلاجة عندك تحطي فيها الحاجات دي ممكن كمان في اخر درج في الفريزر متخافيش مش هيجمد ولا اي حاجة بس الكلام ده في السيف احنا في الشتاء يعني فالدنيا بتبقى عندنا تماميا الحمد لله المهم نقيت العدس بتاعي كويس جدا وهو بسم الله ما شاء الله ما بفوش حاجات كتير بس انا اتعمدت اللي انا نقية عشان ما يكونش في تينا كده ولا كده حطته بقى هنا وروحت حطيت عليه مياه غسلته مرتين وحطيت عليه مياه وسبته بقى على النار يعيش حياته وخرجت كمان معايا كيس طماطم علشان خاطر يفك شوية ونبدأ اللي احنا نعمل الصلصة بتاعة الكشري هبدأ اول حاجة بصلصة الكشري ليه هتبدأي بيها الاول هبدأ بيها الاول علشان خاطر العدس على النار ولسه مستويش لان انا بعمل العدس والكشري كله في حلة واحدة بصي بقى عشان تطلعي عدس طعمه حلو معاكي والنتيجة تكون مظبوطة اعصري عليه لمونة لمونة ياهي بقى او لمونة وشوية ملح وشوية كمون الثلاث حاجات دول لو حطتيهم على العدس بتاعك وهو بيتسلي عايز اقولك اللي انت هتكلي احلى عدس ممكن تكليه كده بالمعلقة من غير ما تحطيه على الكشري اصلا بس بيبقى طعمه حلو قوي بسم الله ما شاء الله سبت بقى كده على النار بعد ما حطت عليه ثلاث مكونات وزودت له شوية مية وصيبا يعيش حياته هنا معايا يعتبر كده نقول مثلا مكعب كبير من التوم او مكعبين يعني بس هم يعني المكعب حكمه كبير شوية حبت تعليه شوية من الزيت وبدأت بقى اللي انا احمره ودي الصلصة اللي انا هعملها للكشري هعمل الصلصة الاول عشان لسه شوية عبال ما العدس يستوي في الوقت دوت بقى العدس كان يستوي معايا وهاخده اصفي بقى كده علشان خطر انزل منه المياه عشان لو سبته في المياه هيتهري خلي بالك من النقطة دي ما بشتفهوش ولا اي حاجه احنا غسلين وشاطفين وقبل ما نولى عليه فبعد ما يستوي ما بيتشتفش بعد كده الطومة بتاعتي كانت تتحملت نزلت بالصلصة كده اللي احنا نفرزينها مع بعض وهسيبها بقى تتسبك وتعيش حياتها وهقولك هنحط الملح امتى وهحط كمان عليها مع لقى صلصة التماطم اللي هي المعلبة تعالي بقى معايا نعمل كده بصلتين علشان خطر نعمل التقلية بتاعت الكشري او البصل بتاعت الكشري معايا كده تلات حبات من البصل بدأت اللي انا اقشرهم وغسلتهم كويس جدا وبعد كده هقطحهم بقى بالسكينة كده شريح رفيعة وبالروحة وانت بتقطعيهم علشان خطر تطلع معاك رفيعة كده وجميلة وهقولك ازاي تطلعيها مقرمشة وزاي العسل من غير افتكاسة ومن غير اي حاجة الطريقة اللي انا بعملها طريقة عادية خالص وانتو بتلاحظوا معايا في طريقة اكل طريقة عادية خالص لكن الشكل والنتيجة والطعب بتبقى منبهرة بيهم بس كده بحرف السكينة كده وبحاول اللي انا على قد مقدر اقطحة شريح رفيعة جدا يعني مش سريعة علشان خطر ما خدش حتة كده وتبقى سميكة وبعد كده متستويش معايا او متقرمش معايا هي هتستوي بس هتحسيها اللي هي طريقة كده وتحسيها ليه مبلولة ومش عارفة لما بتقطعها رفيعة شوية بتقرمش شويتين ثلاثة طبعا مفيش حد مبارح خالص بس قال لي عملي كو شريف عشان كده مش هنزل كومنتات اي حد خالص معلش سامحوني المرة جاية بازن الله اا يعني هنزل كومنتات بتاعكم لكن كده بس كده خلاص خلصت البصلية بتاعتي والدنيا بقت تمام الحمد لله دول التلات بصلات قطعتهم بالشكل دوت ويلا بينا على المتجاز ونشوف هنعمل فيهم ايه او هنعملهم ازاي رحت فيني يا هبة بسرعة تعالي اوه جيت بسرعة هوم متأخرتش عليكي ولا اي حاج كنت بشيل بس الطبق عشان ننقل الحلة عشان احط الحلة اللي هعمل فيها الكشري الكشري بتاعي النهاردة هعملي كله في حلة واحدة ولو انت ما جربتهش جربته هترجعي تقوليلي يعني ادعيلي ما ترجعيش تقوليلي ادعيلي كده على طول من غير ما ترجعي تاني وتقوليلي اي حاجة هستنى الدعوة بتاعتك اللي هي الكشري تلع معاك مزبوط نزلت بالزيت ونزلت بالبصل على طول ده الزيت لسه ما سخنش لأ ما انا مش عايزة الزيت بتاعي يسخن ليه بقى لان انا لو نزلت بالزيت وهو سخن البصل هيقرمش من برا وهيبقى طري من جوه انا مش عايزة الطريقة دي انا عايزة الزيت يسخن وهو البصل يسخن معي الاتنين يسخنوا مع بعض في وقت واحد طبعا العين الزغيرة شلتني خالص والسلسة ما كانتش لسه تعملت فقلت ما بتدهيش بقى ننقلها على العين ديت علشان خاطر تتعمل معايا بسرعة هحط بقى عليها معلاء كبيرة من سلسة الطماطم المعلبة دي انت هتحطيها لو انت محتاجة انا حسيت اللي الطماطم صفرة شوية فعشان كده حطيتها بعد كده هنزل بقى بالتوابل هم التلات مكونات اللي انا هحطهم بس عد صلسة طبعا الكمون حبيبي الكشري ماينفعش طبعا كشري من غير كمون وماينفعش كمون من غير كشري يعني وبعد كده هنزل بفلفل اسود وشوية زغيرين من الملح بس كده وهقلب كله مع بعضه وهسيبها بقى شوية كده في الوقت دوت بقى كانت البصل معايا دبلت شويتين تلاتة فهروح نزل عليها بنص معلقة من الملح ملح ايوا ملح عشان تطعميها كده وتبقى طعمها حلو وانت بتكليها ما تحسيش كده اللي البصل ممرر او فيه حاجة غلط طبعا انا حمرت في الحلة علشان خطر الزيت اللي هيطلع مطرح البصل هو دوت اللي احنا هنعمل بيه حلة الكشري بعد كده حطت نص كباية من المية على الصلصة عشان حستها تقيلة قوي قلت لقى حط نص كباية واسبها تاخد غلوتين وتتسبك وتاش حياتها البصلة بقى معايا على النار كده عايز اقولك بقى لانا ايه يعني الريحة فضيعة حاجة كده تستاهل بقىك لو انت عامل النهاردة كشري يبقى بصرة انا وانت كده بصرة اعملي بقى بكرة لو انت ما عملتوش النهاردة اعملي بكرة للولاد طعمه حلو قوي وبيأكل واحلى وانضف واضمن من برا بص كده بقى البصلة بتاعتي على النار وطبعا ايديا فيها على طول عشان ما تتحرقش طبعا في الوقت ده وقت كنت حطرت بقى معايا ايه الشعرية والمكارونة وغسلت الرز وكل الحاجات دي جنبي بقى نستني البصلة تتحمل عشان ننزل بيهم على الزيت ونبدأ بقى ايه نقفل حالة الكشر بتاعتنا البصلة كده خلاص دخلت في التحمير احضرت معايا طبق في منزيل عشان خاطر اطلع البصلة عليه اظن يعني انت شايفها هقدقم ارمشها وشكلها حلو قوي واللون الدهبي جميل جدا حاجة تستاهل بقى هبدأ بقى لانا اطلعها في الوقت ده وطلعها كده بالماسك وطبعا وانا بطلعها بحاول ان انا افردهم في الطبق علشان خاطر برضو يكملوا بقية الارمشة بتاعتهم في الطبق على المنزيل الزيت بقى دوت بقى مليان بقى رحة البصل وطعم البصل نبدأ بقى اللي احنا نحمر فيه المكارونا والشعرية اللي احنا هنعملها ان شاء الله في بقى واحديتين كده من البصل معرفتش ان انا اطلعهم فعادي مفيش مشاكل هنزل بالشعرية وابدأ اللي انا اقلبها وهنا غلطت غلطة كده وما خدتش بالي منها هي ايه الغلطة قوليلي بسرعة عشان ما عملش زيك هقولك يسبت الكل مستعجلة اللي المفروض كنت نزلت بالمكارونا اللي هي المرمرية او المكارونا الصغيرة الاول وبعد كده استنتها لحد ما اللون بتاعها يبدأ يفتح ونزلت بالشعرية لكن عادي يعني ما حصلش اي حاجة ولا الدنيا بوزت مني استوعبت بسرعة ورحت حتى المكارونا قبل ما الشعرية تتحمر وفي الوقت دوت الاتنين اتحمروا مع بعض وطبعا لو بتعملي حاجة زي كده ما تسيبهاش وتروحي تعملي حاجة تانية هترجعي تلاقي واحدة لون والتانية لون والموضوع بوز منك خالص حمرت الشعرية وحمرت كمان المكارونا لو عايزة تضيفي في الوقت دوت كده شوية من لسان العصفور برضو تضيفي هيدي برضو يعني هتقطري الموضوع وهيبقى نفس طعم المكارونا بعد كده بعد ما حطيت المكارونا والشعرية وتحمروا معايا كويس جدا وصلت للون الدهب اللي انا عايزيه نزلت بحوالي كوبية ونص من الرز كوبية ونص بس كده حلوة قوي مش هزود اكتر من كده بعد كده جبت بقى ايه شوية صغيرين من كيس المكارونا اللي ازباكتتي ورحتك مكسرها على ثلاثة والاول مرة بعمل الموضوع دوت ومش عارفة هيطلح حلو ولا لأ هنشوف الاخر النتيجة عاملة ازاي يعني مش عارفة ايه اللي خليني حط مكارونا ازباكتتي في الوقت دوت مش عارفة ايه لا تعليق هنشوف دلوقتي هتبقى حلو ولا لأ انا لحد الرز ببقى عاملة كده تمام قوي بروح حتى بقى المية والملح وبقلب كله مع بعض وياخد غلوة وروح نزلة بالعطس المرات دي بقى حطيت شوية كده حلوين من المكارونا اللي ازباكت بس تكسرتوهم بقى على ثلاثة عشان ما تبقاش طويلة كده والموضوع اوفر حطيت المية بتاعتي وهحط الملح وديله تقليبة وروح مغطية النار وسايباه بقى لحد ما يغلي معايا واول ما يغلي هقولك هنعمل فيه ان شاء الله ندمت اللي انت حطيت مكارونا ازباكتتي مع الكشر لا ما ندمتش والله دي تلعي الجميلة وزي العسل وندمت اكتر اللي انا ما عملتش الطريقة ديت من زمان كنت على طول بعمله كده عادي مكارونا صغيرة معها الشعرية والرز والعدس وبس كده المرضي لما حطيت مكارونا ازباكتتي طالع طعمه حلو قوي وزي بتاعي المحلات ويمكن احلى كمان بعد كده جبت معايا بقى ايه سيبتوا بقى على النار لحد ما يغلي ونرجع له تاني تعالي نعمل الدقة والسلسة الدقة والشطة بسرعة جدا معايا كده معلقة كبيرة من التوم حطيت عليها بقى ايه بالروحة كده وواحدة واحدة حطيت عليها ربع كباية من الخل او مش ربع كباية اقل من ربع كباية انا حوالي 3 معايا وبعد كده حطيت ربع كباية من الميا ونزلت عليها بلمونة كده كبيرة بدأت اللي انا اعصرها بالشكل دوت كده هقلب بقى كله مع بعضه في الوقت دوت بقى كده هحط ايه بقى تاني هحط التوابل بتاعتي اللي هي ايه التوابل اللي انت هتحطيها اللي هي كمون وملح عشان توصلي اللي دقة زي بتاعت المحلات بالزبط يبقى انا عملت ايه حطيت شوية من التوم حطيت كمان لمونة حطيت 3 معالي من الخل وربع كباية من المياه عليها نص معلقة من الكمون ونص معلقة من الملح وقلب توم مع بعض كويس جدا وبقت معايا دقة طعمها حلوة قوي تستاهل بقك بعد كده جبت معايا البولة التانية والبولة التانية هنعمل فيها الشطة بتاعت الكشري اول حاجة طبعا السلسة بتاعت تسبكت وبقت جميلة كده وزي العسل هحطي بقى منها شوية في الطبق دوت حلوين كده شوية دول عايزة زاودي عايزة تقللي براحتك خالص بعد كده هنزل بقى عليها بالشطة ومش هحط اي اضافات تانية هحط كده حوالي معلقة محترمة عشان تبقى حرقة كده وطعمها حل زي بتاعت برا بالزبط وانا بحط من الحلة في الطبق نزل شوية زيت الزيت دول اللي هيخله الطعم حرم طب نفترض اللي انت محطتيش شوية الزيت دول هتحطي انت حوالي ثلاث معالق زيت من الازازة على الشطة بتاعتك في الوقت دوت الكشر بتاعي بدأ اللي هو يتسبك معايا ويدخل في السوا هبدأ انزل بقى بالعدس اللي احنا كنا مصفيينه مع بعض بص العدس الحبية وحبيتها ويمفلفل كده وجميله زي العسل وطعمه حكية هقلب بقى كله مع بعضه وهروح موطية النار وهسيبه على نار هادية لحد ما يستوي معايا وما تزاوديش الميا الميا تحطيها اكنك بتعملي رز بشعرية بالزبط ملكيش دعوه بالعدس ملكيش دعوه بالمكارونا ملكيش دعوه باي حاجة انت حطه حط الميا بمقدار الرز اللي انت عامليه سبت بقى الكشر بتاعها على النار يعيش حياته تعالي معايا نكمل بقية الحاجة بتاعتنا ونشوف المطبخ بتاعنا ناقسنه ايه عايزين نعمله اقتلع عندي شوية مواعين كده وانا وقفة في المطبخ فيلا بينا نخسلهم مع بعض ونشوف هنعمل ايه مواعين مش كتيرة لكن حاسة اللي فيه حاجة غلط نخسلهم بسرعة عشان لما يطلع المواعين بتاعت الكشر اي نعم كل واحد في طبق كده فهيطلع مواعين لا يبقى مخلصين كل حاجتنا ان شاء الله شوية كبيات كده هخسلهم بسرعة تقل كل حاجة رني consolid نفسك ربنا يحقالك ان شاء الله بازن الله ربنا يحقالك كل الين نفسك بس انت ايقولي يا رب وارني تكالك علي ربنا وتفقلي خير طول ما انت متفقل خير طول ما ربنا هيريح قلبي وهيعملك كل الي نفسك الله Billie أميني رب العالم ممكن تكوني وغده كل حاجة بس في حاجة انت لسه محتاجين الحاجات دي ماتحطهه في دماغك لاني طول ما انت حطوه في دماغك طول ما انت Maar respond студرعاتك تعبانة متضايقة مخنوقة كسلانة حاسة اللي في حاجة غلقة ارمي كل تكالك على ربنا وسيبي ربنا يدبر كل حاجة وان شاء الله باذن الله ربنا هيدبرلك امورك ويرزقك ويفرجها عليكي اللهم امين يا رب العالمين ربنا يسترها معانا دنيا واخرى ويرزقنا راحة البال والرزق الحلال والصحة ولي امين يا رب العالمين ويبارك في اولادنا ويهديهم ويرزق كل مشتاء بالزرورية الصالحة يرحم اموتنا ويشفي مرضانا قولي امين يا اختي اللهم امين يا رب العالمين خلصت الموعين وما خدتش مني وقت خالص شفتي بقى شفتي الحركة وبركة ازاي يلا بسرعة استغفري ربنا وقومي كده على طول ويخلص اللي وراكي كل شوية تقولي شوية كده وهقوم طب شوية كده وهقوم الوقت بيجري ما تخليش حد يضحك عليك خليك تقولي الوقت اللي انت فرحونة كده ومبسوطة بالحاجة اللي انت بتعمليها ترتبي طول الوقت وتبقي الشقة عندك شايفاها اللي هي جميلة وانت كمان برضو لازم تهتم بنفسك وتخصصي برضو على اقل كده نص ساعة او ساعة في اليوم لكي انت تشوفي الحاجة اللي انت عايزة تعمليها لنفسك وتقومي على طول تعمليها موضوع سهل او وبسيط ولو المرة دي ما عملتها الصح المرة اللي بعديها تعمليها صح شوفي انت محتاجة ايه وعايزة تعمليه وهتلاقي كل حاجة عندك اتيسرت ان شاء الله باذن الله والدنيا بقت عندي تمام وزي الفل وكمان الكشر بتاعي على النار عايش حياته فاضل بس ايه فاضل اللي انا امسح الارضية وافرش السجدة وخلص على كده خلصت كل حاجة وكل دوت الساعة كان بقى كل دوت العصر كان لسه مأزنش يعني النهاردة اليوم مليان بركة الحمد لله الكشر بتاعي فاضله واسه حاجات بسيطة هعمل الارضية وروح انشر الغسيل بسرعة 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 وهيكون الكشري بتاعي استوى ونقعد نتغدى احلى الكشري النهاردة كده خلاص انا قلت ابص عليه واشيك عليه لقيت الماكرونة اللي اسباكيت استويت وحاجة شادر اقولك عاملة ازاي ده كده شكل التقلية بتاعتي او البصلة بتاعتي الكشري بعد ما طلعتها يعني وسبتها تبرد شوية بسي عاملة ازاي مأرمشة جدا بسي البصلية بتتكسر مع نفسيها بسي كان نفسي اسماعك الصوت بس حصل خير المرة الجاية ان شاء الله لو عملتيه بنفس الطريقة هيطلع النتيجة باذن الله زي ديك كده بالزبط تعالي بقى معايا نشوف هنا انا عملت ايه غرفت بقى الكشري بتاعي وحطيت على وشه شوية من العدس اللي هو كان الوحده وبعد كده سخنت الصلصة لان كانت بردت شوية وحطيت على وشه طبعا احنا مش بناكل في الاطباق دي بس عشان التصوير بس وقواركي النتيجة عاملة ازاي احنا بنكل في اطباق عادية خول ازاي بتاعت الرزي يعني طبعا ده صعب قوي يعني بس عشان خاطر التصوير حطيت بقى على الوش كده شوية من التقلية والدقة بقى والشطة ويا سلام بقى لو في نص لمونة كمان تستاهل بقى كده يعني لازم تتجرب الكشري بتاعي وتقولي لي رأيك في ايه بحبكم في اللاية احلى وقاطة بخطف الدنيا دي كلها ما تنسيش بقى تحط اللايك بتاعك ولو انت الاول مرة تتفرج علي ما تنسيش تحط اشتراك وتفعلك جرس على كلمة الكل عشان يوصل لك كل الفيديوهات يوصلت الكل احلى غدا النهاردة ربنا يدي منعم علينا اللهم امين يا رب العالمين والفهنة وشفا السلام عليكم